بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن في اليوم العاشر من شهر محرم سنة إحدى وستين من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبرى فضيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسى ومرارة ففي يوم الجمعة في العاشر من شهر محرم قتل الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم على أيدي فئة ظالمة فمات الحسين شهيدا سعيدا وهو ابن ست وخمسين سنة وهو الذي قال فيه الرسول وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ودعا رسول الله للحسن والحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال الرسول عنهما هما ريحانتاي من الدنيا وكان كبار الصحابة يحترمونه ويجلونه كما كان هو يحترمهم ويجلهم وكان سيدنا عمر يجعل له عطاءا وكان يكرمه وحصل أن أبا هريرة مرة لما كان في جنازة نفض الغبار عن قدم الحسين بثوبه وقد قال سيدنا علي في وصف الحسين أشبه برسول الله من صدره إلى قدميه وفي حديث رواه التنمذي حسين مني وأنا من حسين وروا البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وقد قال رسول الله هما ريحانتايا من الدنيا وروا الإمام أحمد استأذن ملك القطر أي ملك المطر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فجاء الحسين فاقتحم وجعل يتوثب على النبي ورسول الله يقبله فقال الملك أتحبه قال نعم قال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال نعم فجاء بتراب أحمر مد هذا الملك يده إلى كربلاء وأحضر شيئا من ترابها فأراه للنبي ثم أخذت أم سلمة هذا التراب فصرته في صرة في طرف ثوبها وملخص ما حصل أن أهل الكوفة لما بلغهم موت معاوية وخلافة يزيد كتبوا كتابا إلى الحسين عليه السلام يدعونه إليهم ليبايعوه فكتب لهم جوابا مع رسولهم وسير معهم ابن عمه مسلم بن عقيل فلما وصل إليهم اجتمع بعض أنصاره عليه وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه ثم تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وجاء كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله فلما علم بذلك يزيد ول العراق عبيد الله بن زياد فبعث إلى مسلم بن عقيل يضرب عنقه ورماه من القصر إلى العامة فتفرق ملأهم وتبددت كلمتهم هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز إلى العراق ولم يشعر بما وقع وما علم بشيء من ذلك لأن الحسين خرج من مكة قبل مقتل مسلم بيوم واحد فأشار عليه أهل الرأي والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق منهم أبو سعيد وجابر وابن عباس وابن عمر وأمروه بالمقام بمكة وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم فأما ابن عباس فقد كلمه أكثر من مرة فمن جملة ما قال له إن أهل العراق قوم غدر فلا تخترن بهم أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا ولأبيك به أنصارا فقال الحسين يا ابن عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق ولكني قد أجمعت المسير فقال له فإن كنت ولابد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه وأما ابن عمر فقد لحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة فقال له لا تأتهم فقال له الحسين هذه كتبهم وبيعتهم فقال له ابن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله والله لا يليها أحد منكم وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فأبا أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل وأما ابن الزبير فقال له أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك وأما أبو سعيد الخدري فقال يا أبا عبد الله إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق فلا تخرج إليهم سمعت أباك يقول بالكوفة والله قد مللتهم وأبغطهم وكذلك كلمه جابر بن عبد الله وكلمه آخرون ولكن لا يكون إلا ما قدر الله فانطلق الإمام الحسين ومعه أصحابه ومعه من أهل بيته حتى إذا وصل إلى العراق وقد عرف ماذا فعل عبيد الله بن زياد وعرف تخلي أهل العراق عنه ولم يجد أحدا منهم وبعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة آلاف يتقدمهم عمر بن سعد أو عمر بن سعد فالتقوا بمكان يقال له كربلاء فطلب منهم الحسين إحدى ثلاث إما أن يدعوه أن يرجع من حيث جاء وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه أو يتركوه يذهب إلى يزيد فوافق عمر بن سعد وأرسل يخبر بن زياد بذلك فأرسل بن زياد إلى عمر بن سعد أن لا يوافق حتى يأتي بن زياد ويبايعه يعني ليبايع يزيدا وقد أشار على بن زياد هذا الرأي شمر بن ذي الجوشا قبحه الله فقال الحسين والله لا أفعل فعمر بن سعد تباطأ في القتال فأرسل بن زياد شمر بن ذي الجوشا وقال له إن تقدم عمر فقاتل وإلا فاقتله وكن مكانه فتحول بعض الجيش الذين كانوا مع عمر بن سعد إلى صف الحسين لما علموا من إصرار أولئك على قتل الحسين وأما هذا عمر بن سعد آثر الدنيا وخاف على منصبه فحاصروا الحسين ومن معه حصارا شديدا حتى منعوا عنهم الماء فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من محرم تهيأ الحسين ومعه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا وتهيأ عمر بن سعد ومعه أربعة آلاف مقاتل وقاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا وكان أول قتيل من أهل الحسين علي الأكبر بن الحسين فخرجت زينب أخت الحسين تنكب عليه ثم أدخلها الحسين بيده الفستاط وهو البيت من الشعر ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل ثم قتل عون ومحمد بن عبد الله بن جعفر ثم قتل عبد الرحمن وجعفر بن عقيل بن أبي طالب ثم قتل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكذلك قتل عبد الله بن الحسين وأبو بكر والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بن علي بن أبي طالب إخوة الحسين ومكث الحسين وحده لا يأتي إليه أحد إلا رجع عنه حتى اشتد عطش الحسين فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر بل مانعوه عنه فخلص إلى شربه منه فرماه رجل بسهم في حلقه فجعل الدم يسيل منه فدعا عليهم وهذا الرجل الذي رماه وهذا الرجل الذي رماه ما مكث إلا يسيرا حتى شب الله عليه الضمأ فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردا وتارة يبرد له الماء واللبن جميعا أهلكه الله ثم التف حوله أولئك الظلمة والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا وهم يتنافرون منه حتى تقدم رجل يقال له زرعة بن شريك التميمي فضربه على يده اليسرى وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن أنس بالرمح فوقع فتقدم أحدهم ليقطع رأسه فشلت يمينه ثم نزل شمر بن ذي الجوشا ففصل رأسه عن جسده وقيل ثم جاء عشرة من الخيالة داسوا عليه ذهابا وإيابا ووجد بالحسين حين قتل ثلاث وثلاثون طعنه وأربع وثلاثون ضربه وهم الشمر بن ذي الجوشا أن يقتل علي الأصغر بن الحسين زين العابدين وهو صغير مريض ولكن منعوه عنه قتل من أصحاب الحسين 72 نفسا ومن أهل البيت قريب العشرين مع الحسين جعفر والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر أولاد علي علي الأكبر وعبد الله أولاد الحسين عبد الله والقاسم وأبو بكر بن الحسن بن علي عون ومحمد من أولاد عبد الله بن جعفر جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم من أولاد عقيل وعبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل وقتل كذلك أخوه من الرضاعة عبد الله بن بقتر وكان عمر الحسين يوم قتل 56 سنة وكان استشهاده يوم الجمعة في العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة الشريفة فأخذوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه وكان يرى بعض الناس نورا ساطعا من رأس الحسين إلى السماء وطيورا بيضاء ترفرف حوله إلى بن زياد ثم حملهم إلى يزيد بن معاوية فلما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد يقال إنه جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره فقال له أبو برزة الأسلمي والذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وشفيعك ابن زياد ثم قام من مجلسه وانصرف أما بقية أهل الحسين ونسائه ومعهم زين العابدين علي بن الحسين فحملهم ابن زياد إلى يزيد كذلك وبقوا هناك فترة ثم أوصلهم إلى المدينة المنورة ووضع رأس الحسين في دمشق فترة وقيل ثم نقل إلى القاهرة وقيل غير ذلك وأما جسده الشريف فدفن في كربلاء هذا يزيد تظاهر أنه ما أراد قتل الحسين ولكن لم يفعل شيئا بالقتله وكل من شارك في قتله مات ميتة سوء وأكثرهم أصابهم الجنون وأصيبوا بمرض وعاهات في الدنيا وهذا ابن زياد ما مكث بعد ذلك يسيرا إلا وقطعت رأسه ونتذكر في هذه المصيبة ما رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منها والله سبحانه وتعالى أعلم وأحب